مرحبا بكم متابعين الكرام في حلقة جديدة من سلسلة تعلم مهارات الصيد برعاية موقع مارين هاب بوابتك الالكترونية لكل ما يخص معدات الصيد والرياضات البحرية أخوكم أحمد مأمون معكم كالعادة النهاردة هنكمل في موضوعنا عن الجيجينج والفيرتكال الجيجينج بالذات لكن هناخد في حلقة اليوم بعض النقاط الهامة هنعيد التأكيد والتذكير بها معاكم إن شاء الله في حلقة اليوم طيب بعض النقاط دي زي في البداية اتكلمنا قبل كده عن الشكل ده من اللورز أو الطعوم الصناعية وازاي النوع ده من اللورز اللي ممكن يستخدم في الفاست ترولينج أحيانا ممكن تستخدمه على قصبة بوبينج زي البنسل الحركة بتاعته بتبقى بنفس الطريقة وبيكون فيها طريقة إرادك أكتر كمان في خلال المشية بتاعته أو السبحة بتاعته زي ما بيسموها وكمان تقدر تستخدمه في الجيجينج وزن حاجة زي كده أعتقد فرنج التسعين جرام قلت لكم قبل كده إن الموضوع ده بدأ يثبت كفاءته يثبت فعاليته سواء في الهارد بيتس أو السوفت لأن في بعض الأنواع بيكون بلاستيك سيليكون لكن بتبقى بنفس الطريقة بالزبط جربوا النوع ده مش هتخسروا حاجة وهتشوفوا مدى كفاءة التغيير البسيط في الأكشن هيبقى عامل إزاي مع مراعاة بعض الظروف الخاصة إن عشان تستخدم الطريقة دي أو النوع ده من اللورز اللي هو الربطة بتاعته مش موجودة قدام مفيش أي نوع من أنواع اللب أو الشفة اللي موجودة في بقية اللورز عاديين الحركة بتاعته توقفيها فيبريشن كبير جدا عشان كده بنسميه أو بيسموه الفايبينج مقارنة بالجيجينج اللي هو فيه الجيج المعدني بتاعنا حبيبنا اللي احنا بتعاودين عليه كان فيه بعض الأسئلة اللي جات قبل كده على أمسك الخيط فين يعني عندي الأسست دلوقتي أمسك الربطة بتاعتي تكون فين بالزبط والحقيقة المفروض المفروض إن بيبقى فيه معاك أكتر من قصبة على حسب الابليكيشن اللي أنت تستخدم فيه القصبة دي وبالتالي إنت وإنت بتجهز القصبة بتاعتك في البداية خالص من على القارب أول ما تطلع على الطراد أو على اليخت بتربط في آخر الليدر الأسست المناسب لأغلب الحاجات اللي ممكن تستخدمها وبعد كده بيبقى الجيج بيرتبط بس بالأسست بالسبليت رينج معنا كده إن السبليت رينج في كل الأحوال شايل وزن الجيج فقط لغيره أما اللي بيحصل في خلال الفايت إن السمكة بتبقى ماسكة في الأسست وفي خط مباشر كده عن طريق السوريد رينج إلى الخيط اللي رايح للقصبة والمكينة بتاعتك جيج زي اللي قدامنا ده 300 جرام زي ما هو واضح لو هستخدمه على عمق فوق الميت متر مش هفكر حتى إن أنا أستخدم يكون السمك بتاعه عالي يعني مثلا مش هستخدم زي ده زي ما اتفقنا قبل كده لو نتكلم على السلو جيجينج وده جيج نقدر نستخدمه بطريقة السلو جيجينج السيستم كله لازم يكون أنت بتعامل مع السمكة بهدوء شديد مش بعنف وبالتالي بيبقى مهم إن انت تراعي بعض التفاصيل زي إن الهوك ده مثلا كأسست رفيع إلى حد ما قوي لكن لا يقارن طبعا من ناحية القوة هايبقى حاجة مناسبة جدا إن أنا استخدمها على جيج بالحجم ده ومن تحت غالبا هستخدم حاجة زي كده لو تلاحظوا هنا شايفين فيه هنا تحس إن هو شايل نفسه غير لو جبنا واحد كل دول أنا أعمل فيهم نفس الموضوع أو مثلا غير ده مع أن هنا في فرق المفروض إن ده كيفلار ده أفضل كماتيريال كمادة لكن هنا أنا ممشي من جوه خيط مونو ستين قلبي جوه دول وبالتالي لما بركب ده تحت نفس الموضوع تلاقوه هنا شوية لأ ده الكيفلار بردو نفس الموضوع يعني هنا تلاحظوا الفرق شايفين الفرق أعمل إزاي ده وزن الاسست بيحركه زيادة عن اللزوم لأن ده معمول إن هو يركب فوق في جج تاني على مقاس مناسب لنفترض 100 جرام مثلا ده معمول عشان يركب في الجزء الأسفل من الجج والميزة هنا بتاعت المونو إن هو ما بيخليش الاسست ده يلف ويشبك على الخيط بتاعك أظن كلنا حصل معانا واللي ما حصلش معانا معاناها إنه بس ما بيججش كفاية إنما لو بتجج بشكل مستمر لازم هتحصل معاك حاجة زي كده إن الاسست اللي تحت بالذات يلف على الخيط بتاعك وحركة زي كده وإنت بتعمل الاسست بتقلل فرصة حدوث ده بشكل كبير طبعا مش بتمنعه 100% لكن بتقلله بشكل كبير جدا وبتعمل فرق مهم وإحنا بنعمل الاسست أو وإحنا بنركبه سواء جيبته جاهز أو لا بإمكانك الاختيار ما بين الوضعين دول ما بين إن أنت الاسست بتاعك يكون على خلاص على مدور أو إن هو يكون على 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 طوله وإن أقلوش أي عامل في النص خلاص طبعا دي بتفرق شوية لو أنا بستخدم جيجات تلاتين اربعين جرام مش هيبقى مهم قوي إن أنا نمسك في السوليد رينج ممكن نمسك في الجيج نفسه مفيش مشكلة يعني التفاصيل دي بتفرق أكتر كل ما كان الأسماك اللي موجودة أو اللي أنت بستهدفها أكبر كل ما كان الأعماق أكتر التفاصيل بتبدأ تفرق هنا بشكل كبير جدا جدا فممكن سوليد رينج ممكن مدور أو سويفل ومفيش مشكلة بين الاتنين طب هل بتفرق؟ الفرق الوحيد اللي أنا لقيته بصراحة بكل صدق يعني وطبعا هنا الخيط اللي جاي من القصبة بيتربط هنا في المدور الشكل ده هيتربط فوق هنا وهنا هيبقى الجيج ماسك والأسست حر إن هو يلف الواحد وخالص براحته وقت ما استمك تضرب عليه الفرق الحقيقي اللي أنا لقيته ما بين الاستخدام المدور على طول والسوليد رينج مثلاً هو إنه مع الوقت بيحصل إن البريد بتاعك بيبقى بيلف حواليه نفسه شوية من كتر إن مفيش حاجة تاخد الروتيشن والالتفاف اللي بيحصل أحياناً في خلال الفايت أو حتى في خلال الحركة بتاعة الجيج بشكل عادي خالص وإنت بتحرك الجيج أحياناً الجيج بيلف واللف بتاعته دي حتى هو بينزل ما بتبقاش فيه أي حاجة تاخدها مفيش مدور لو إنت بستخدم السوليد رينج وده على المدى البعيد بيأثر شوية شوية على الخيط ويبدأ يخليه يطلع منه وبرز وير كده كأنه عامل زي القطن أحياناً لكن ده على المدى البعيد جداً ده الفرق الوحيد اللي أنا لقيته ممكن نتفق أو نختلف إنه ممكن يكون له أثر على الأكشن بتاع الجيج كل ما بدي أنا معاً أنا أدي للجيج بتاعي أكبر حرية ممكنة خلاص عشان يتحرك براحته فالسويف الأكيد بيبقالوه دور إنه هو يدي حرية أكتر للجيج مش بس إنه هو بيتحرك جوه السوليد رينج رايح جايب راحته لكن كمان بيدي له فرصة بسهولة أكتر إنه مفيش مقاومة من البريد وهو بيلف لما يركب السويفل لكن مش ضروري خلاص هو مش ضروري معظم الأسيستات اللي أنا عاملها هنا معمولة جاهزة على سوليد رينج على طول كمان ممكن وأنا بجهز الخيط بتاعي أربط في آخر الخيط سويفل أو ميدوار جاهز وبعد كده باستخدام السبليت رينج بقى أقدر أربط أقدر أربط عن طريق السبليت رينج دي هنا والخيط بتاعي هيبقى ماسك هنا طبعا أنا هنا فقدت الميزة اللي كانت موجودة الأول إن أنا الأول كنت يبقى رابط في السوليد رينج على طول دلوقتي أنا رابط في الميدوار والميدوار ماسك فيه سبليت رينج وبعدين السبليت رينج ماسك فيها سوليد رينج معه الأسيست وبالتالي أنا يعتبر فقط الهدف الرئيسي لكن أنا زودت الميدوار وده هيساعد شوية في موضوع الخيط لكن أنا بالنسبة لي مبقاش مهم كتير بصراحة وأعتقد كل ما كان التيار شديد تحت المية كل ما هيفرق أكتر معاك وهتلاقي إن فيه تأثير أكتر على الدوران الحاجات اللي بتركب بالشكل ده مش ضرورية كتير جدا من الأسيستات اللي موجودة قدامنا مش راكب عليهم أصلا وأحيانا ممكن استخدمهم وأنا على القارب أو وأنا داخل البحر لو فيه كان ظروف معينة زي مثلا فيه غيوم زيادة عن اللي زوم مثلا فدي حاجات بتعمل بتعمل نعكاس شوية بتخزن الضوء اليو في آآ لو بسطات بالليل ماشي ممكن أركز أكتر في الموضوع الحاجات اللي زي كده آآ لو بسطت على عمق كبير آآ فوق التمانين تسعين ميت متر وبالتالي ضوء الشمس مش هيوصل لتحت فمهم أي حاجة تديني إضاءة أو انعكاس تحت هتبقى بتساعد إلى حد ما نفس الموضوع الجيك ده فيه كل الحتة دي آآ جلو نفس الموضوع الضهر كله جلو فآآ يعني الحاجات دي فقط كزيادات لكن اللي موجودين قدامكم حتى تشايفين أنا هنا عمل ده اتنين واحد بس اللي حاطت فيه زي الريش ده آآ ومش ضروري الحاجات دي أغلبها هكون بس تخدمها للجيك في فترة صباحية وبالتالي مش هيبقى مهمة أوي عندي إن يكون في حاجة معينة آآ بتعمل فلاش أو حاجة زي كده آآ لما نتكلم على أسست رفيع جدا ده اللي احنا نقصده خلاص زي ما نتشايفين كده ده لما نتكلم على أسست رفيع جدا جدا أسستات زي كده أنا بستخدمها مع جيكات آآ من ستين لحد مية وعشرين جرام آآ على حسب وطبعا بتبقى سلو وبيبقى شغل فنس شغل بطيق جدا وبسيط وقريب من الأرض بنستهدف بيه بعض الفصائل آآ اللي بتعيش في زي السنابر الشعور بأنواعه وأي نوع من أنواع البروبرز بقى يعني الهوامير كلها اليالو تيل وغيرهم بيبقى استخدام الهوكات النحيفة جدا دي مع جيك سلو كل حاجة تبقى مظبوطة في السيستم بتاعك من أول الماكينة الخفيفة للخيط الخفيف اللي لا يتعدى يعني أتقى الخيط بستخدمه للسلو جيجينج هو تلاتين البي تكلمنا قبل كده على فكرة الخيوط المبالغ فيها أن تمانين البي مفيش حاجة اسمها سلو جيجينج بتمانين خيط تمانين لبرا ده مبالغ فيه جدا 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 وهتلاقي أن كفاءة الصيد ومعدلات الاسترايكس بتاعتك بتقل وهيحصل العكس طبعا هتلاقي أن المعدلات الاسترايكس وضربات الأسماك عليك هتزيد كلما تخلي الخيط بتاعك أرفع وأرفع وأرفع وأعرفوا أن في أغلب الأحيان الناس اللي بتصطد على أعماق كبيرة في المحيط ممكن توصل لألف فيت مثلا يعني بنتكلم في أكتر من تلتميت متر بيعمل فيهم سلو جيجينج ده بيستخدم خيط 20 لبرا 20 لبرا عشان يقلل التأثير بتاع التيار على الخيط كلما كان الخيط أنحف كلما كان أفضل و20 لبرا مش قليل أقدر أرفع بيه سمكة محترمة من على العمق ده بدون أي مشكلة طول ما كان جودة الخيط كويسة وأنا بتعامل مع معاملة صحة النهاردة كانت حلقة بنتكلم فيها على بعض الحاجات بشكل عام شاركتكم ببعض التفاصيل الخاصة بتفكيري أنا تجاه الربطات بتاعت الجيج والتجهيزات أيضا بدعوكم أن أنتوا تجربوا موضوع الفايبينج هيعجبكم جدا جدا أنا جربتها أكتر في البوبينج والفيرتيكال جيجينج لسه الفاست ترولينج ممكن نجربه قريب وممكن نبقى نتكلم عنه بعد كده إن شاء الله في وقته مشكركم على متابعتكم لحلقة اليوم رجاء شاركوا هذه الحلقات مع أحبائكم وادعمونا كما دائما تعودنا منكم وأشوفكم الأسبوع الجاي وشكرا جزيلا شكرا جزيلا